جالك تلفون من الزمالك بعدها؟ حد زايل منك حد قالك طب انت اتحكت علينا طبعا لا طبعا لان الكلام كله انت بتكلم بقى يعني الناس كلها كانت خلاص فاهمة ان انا خلاص في نادي الزمالك اعضم اجلس ادارة وصرحوا كلهم اكتر من مرة يعني كل الكلام الناس كانت بتطلع انت المواند اللي ارحمه كابتن ابراهيم يوسف من الناس المحترمة جدا واللي انا بعزها جدا طبعا الله ارحمه من الناس اللي اكدت اكتر من مرة وكان طبعا كابتن حزم اماما يعدوا مجرس ادارة ساعتها في الوقت ده كلهم طلوا اكدوا في مواقع كتيرة جدا وفي قنوات ان شريف في الزمالك فنزعلوا لا اكدوا بناء على ايه بناء على موافقة منك كانت مبدأية صح يعني هو اكد ايه لا هو موافقة من الاسماعيلي والناخوية موجود في الزمالك فخلاص بنزعله موضوع منتهي طبعا عندهم حق طبعا ولكن احنا في الاخر بنتكلم في الانت كشريف عايز ايه وبعدين خلي بقى لك انت في نقطة لازم تفهمها انت ما كانش ينفع تطلع دايركت من الاسماعيلي الاهلي دي صعبة وقتها ما كانش فيه غير على الفكرة لو بصيت كده ما فيش غير انا الوحيد اللي طلعت دايركت غير بلاق يعني مش بعايز اقول كده بس هي ايه جات بشوات كواليس واحداث غير متوقعة فقدرت ان انا اخرج يعني ما كانش ينفع اطلع على طول الاهل يعني كان الجمهورها في الده تماما والمهندس نصر ابو الحسن ساعتها ما كانش ينفع يطلع يبيع لعيب دايركت بالذات الحمد لله كنت من اهم اللعيبة اللي موجودة طبعا فكان صعب جدا يبيعني دايركت اللي ندي الاهلي فهي النقطة كانت هنا بس طبعا لو الاهلي ما كانش يدخل في الاخر كده تقدمكمل مسيرتك مع الزمالك لا هو الاهلي في الموضوع من الاول هو اصلا الاهلي اللي بدأ عشان تبع عارف وكان بدأ بقوة والزمالك برضو وعلى فكرة الزمالك كان مكلمنا قبلها بس سنتين ثلاثة والاهلي وعلى السنة كنت مجدد خمس سنين وكانت تغير فمجدد خمس سنين فبس ودي طبيعة المفاوضات اللي عندها كبيرة بتجيب اللعيبة كويسة عشان تقدر تنافس في البطولات تقدر تستمر فده نجاح الفرقة الكبيرة في كده صحيح بس فالحمد لله